وانا بكلمك تقييمك وانا بنتكلم على تقييم الدفاع وتقييمك لنص ملعب النادي الاهلي النهاردة نص الملعب تسرق من النادي الاهلي النهاردة في اكتر الاوقات يعني اول مرة نشوف ان النادي الاهلي مضبوط كده اول مرة نلاقي وده طبعا عشان سوق حالة حسين الشحات وطار محمد طار ان ما بيرجعوش بسرعة سواء مع الاتنين اللي همه اللي على الاطراف او في قلب الملعب عشان يفلو النهاردة في حاجات كتيرة بتتعمل وانططش وتوتطش ويتشاط من بره التمنتاشر ويركن الراجل ويشوف المرمى بتاعت الشناوي ويطلع الشناوي واخد بالك وهون يعني يجون مؤكد لا يبقى فيه نص الملعب فيه خلل يبقى ايه الخلل انت على طول كنت لازم تعمل على طول التغيرات اللي بنقول عليها ديت عشان تصحصح نص الملعب لان نص الملعب مضغوط لان الاتنين اللي هم على الاتراف سواء حسين او طاهر ما بيسحبوش الفرقة عشان ياخدوا لعبة النادي الالي واطلعوا على نص ما شفناش اللي لحتة دي خالص كانوا اقترت الوقت تحت الكرة او ناحية الدفاع اكتر كدير ماينفعش ماينفعش ليل ان انا بلعب على ملعبي دي حاجة تاني حاجة فرقة كبيرة وكل حاجة بس انا النادي الاهلي فين شخصية النادي الاهلي فين لعبت النادي الاهلي فين الراجل هل دي ممكن بسبب ان موسيماني كان المدير الفني اللي ايه سان داونز هو اللي قد التعليمات بان انا بقى تحت الكرة بالشاكل يا كابتن ان انا عارف قدرات الفريق ده فحالة واحدة ان انا لما الكرة تقطع ممكن اقول لك ارجع واعمل زوندفنس وابدأ تاني ما انا عارف بقى قدرات اللي عبتي بقى والبدنية دلوقتي لا انا لحمنا ليه تم ما انا اغير بقى عشان انا عندي اتنين قاعدين بره مرتاحين هم اللي انزلوا يسحبوا لي الفرقة دي يا فاروق انا ما اقولش بقى اصلنا يعني تبقى العجلة مخرومة وانا بلحمة وعارف ان هي ممكن في اي وقت تبوز طب انا نزل للعجلة السليمة ابدأ من البداية انا عاز اكسب انا ما ليش دعو ان انا ماسك ولا مش ماسك يعني هو دلوقتي لو خسر مين اللي يشيل الليلة هو والنادي الاهلي يعني هو اللي يشيل الليلة طب انا اكسبت بس اكسبت من غير اداة هات اي واحد اهلاوي دلوقتي يقوله انت مبسوط النهاردة انت متطمن النهاردة هيقولك ايه هيقولك لا فانا شايف ان الاتنين يعني كان لازم يقعد السلية بس ما ينفعش ويلعب اكرم توفيق اللي هو كان ماشي كويس لاني بقاله اكرم ملعبش مطش الزمالك وملعبش المطشين اللي بيها كان يبقى عنده باور اكتر كوة اكتر جارية اكتر وده اللي لازم يعمله المطش اللي جاي خلي بالك اكرم لازم يلعب عشان يجري يفسد هجمات الفرقة دي لازم يلعب مليجي دعوة يلعب على ديانجي يلعب على السلية لان انا عايز واحد يكون شايل الرئة في المطش ده لخلي بالك والجو كمان والساعة تلاتة للحص ده مصيبة صودة فانا لازم ناس بتجري يعني المطش اللي جاي ده لازم ناس بتجري عشان ان انا اؤمن انا شايل هدفين في البنك والهدفين وبالذات الهدف التاني ده ده ملي بنسبة مثلا 80-80% فانا انا مش حاجز يخش فيه جون والنادي الاهلي مش يعرف ان هو ما يخش فيه جون بالدفينسي بالشناوي بنص المنعب بتأكيد طبعا وممكن زي ما شادي قال ينزل اول خمس دقايق او نادر اول خمس دقايق او عشان دقايق يفاجئ الناس زي المطش اللي هو بتاع بيتا كلاب ويجيب جون ويقلب الموازين فانت انت عايز سرعات المطش اللي جايه وناس بتجري كتير مش ناس بقى عطلانة ماينفعش تمام كم من عشان كانت تخطط وسط النهاردة النهاردة هم معزورين انا قديهم 6 من 10 هم هم عملوا العلوم في الحدود الامكانيات بتاعة الاتنين اللي هم نايمين العجلتين اللي هو القدام والقدام النحي تمام قبل من انتقلك بتنشادي والتقييمه بقر وسط المتقدم باطنين بالنسبة للآله بطولة دي اسهل ولا السنة فاتت بالنسبة للآله الاللي حصل عليها كنت أخاذ دي اسهل دي اسهل مالي ما انا بقولك الرجاء مش موجود والزمالك مش موجود والفرق اللي هي اللي كان لها باع طويل زي كان الرجاء بعده السنة اللي فاتت هو زمالك الثنة فاتت دي الس اللي كان كويس ماشي والرجاء برضو خلينا. والوداد ده الوداد بس لا الوداد ما كانش فاي. الوداد الشكل السنائي مش شكل مختلف على فكرة. ايو مش هغير وجاب لعيبة جديدة. يعني احسن كانت. ماشي بس برضو السنة اللي فاتت كان فيها حتى لو هم مش فعالتهم. والله ابدا. لا حتى لو مش فعالتهم يعني السنة اللي فاتت الرجاء والوداد وكان الاهل والزمالك وكان الترجي صح? مصبوح. طيب السنة دي هو ما فيش الله الترجي والنادي النادي الاهلي طبعا والترجي وبعد كده بالزداد ومعرفش. هو عملا الاهلي لو